هائمة في الصحراء مع ثمانية أطفال هربت أم مصطفى العراقية بعد أن قتل رب أسرتها على يد الإرهابيين ونجت هي وأطفالها ضحت بكل ما تملك طلبا للأمان في مناطق الشمال السوري المحرر وصولا لمدينة إدلب فوجدت نفسها غارقة في مستنقع الغربة والفقر والجوع في غرفة تفتقر لأدنى متطلبات العيش مصطفى عراقية من العراق تهجرت من العراق صالي سنة تتشهر إلى محافظة أدلب تهجرنا بسبب الظروف اللي مر بها بلدي يعني القاسي أعيش بغرفة وحدة وهي اللي نام بها وناكل بها ومثل ما يقولون أقصي الولادي بها كل المستزمات اللي معيش هي بها الغرفة وحدها يعني أم مصطفى وأولادها لا يجدون ما يقتاتون عليه سوى حشائش الأرض فينامون وعينها تبقى مفتوحة خوفا من مصير مجهول ينتظرهم وإياها نجيب اللي مثل الخضرة يعني هي شني الخضرة مثل شي بسيط يعني من هالخضرة اللي تبقى اللي هي شوي تعبانة يعني أنا أخذ منها الزين والله هاي مؤكب يعني ما خلاص يعني هاي خلاص تسرد أم مصطفى ما يعتريها من خوف فأكبر أولادها محمل بالأمراض في حين يستجدي الآخر ما يجود به المارة عليه ابني التشبير كسريني بإيده عنده ضيق بالصدر يعني هسه عايش عالين على البخاخ على البخاخ عايش يعني ما يقدر يشتغل أبد يعني يعني تعبان راسه صار عنده حرق براسه صار حرق عنده براسه فصارت عنده ثحانة نفسية يعني ثحانة نفسية أنه ما يحب يعني يشتغل أو يطلعوا إلى البشار يعني صارت عنده حاية نفسية عندي يعني ابني هذا الأمر عشر سنين اللي هو ما يعرف يكتب ولا يقرأ ولا أي شيء أخذ له علبة بسكويت يبيعها على المشافي على المرات اللي يروح للجامعات يضطرم أوار الحزن في داخل أم مصطفى فهي تنتمي لعراق الثروة الطائلة وأولادها جيع تعيش ذليلة يلفها الحزن والفقر والحرمان بروحها النقية التي تشبه جرحا مفتوحا على الدوام يمكن أن تنكأه نسمة هواء خفيفة جرح لا يندمل لكنه يجيد الاختباء خلف ستارة يزدلها دائما على ملامحها وهكذا في الوطن أو في المهجر يبقى الإنسان العراقي كالمستجير من الرمضاء بالنار